السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا سهلا بكم عزيزي المستمعين عزيزي المستمعات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان نوميديا والجزائر يعتبر ماسينيسيا أشهر الملوك النوميديين الراحل ولقد ولد ماسينيسيا بخنشلة ثم اتخذ سيرتا وهي قسطنطية حاليا عاصمة له ولا يزال قبره موجودا هناك تميز ماسينيسيا بقدراته العسكرية بحيث انتصر على حنبعل القرطاجي أهم الجنرالات التاريخيين وذلك في معركة زاما بالحدود الجزائرية في منطقة الحدادة الحالية سنة 222 قبل الميلاد في عهد برزت مملكة نوميديا العظمى في ميادين عسكرية وثقافية كما جهز أيضا الأساطيل ونظم وشجع على الاستقرار وتعاطي الزراعة وشجع أيضا التجارة الذي جعله يعتبر من أبرز ملوك الأمازيغ القدماء هكذا انتهت حلقتنا البسيطة التي كانت بعنوان نوميديا والجزائر انتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى كان معكم المهندس الفقير إلى الله أشرف أسامة من قناته المتوضعة على اليوتيوب